اصدر سمو الشيخ عبدالله بن زايدال انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بيانا قال فيه تنضم دولة الامارات العربية المتحدة الى الدعوة الموجهة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني امير دولة قطر الشقيقة ورئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي ورئيس الولايات المتحدة الامريكية جو بايدن للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار واطلاق سراح الرهائن والمعتقلين وتحث دولة الامارات على الاطراف المعنية على الاستجابة الى الدعوة لاستئناف مشاورات عجلة بتاريخ الخمس عشر من غسطس الفين واربع وعشرين وكما اوضح القادة الثلاث فان الاتفاق المطروح حاليا سينهي معاناة سكان غزة والرهائن وعائلاتهم وتعرب دولة الامارات عن املها بعدم اضاعة مزيد من الوقت من قبل اي من الاطراف واخيرا تجدد دولة الامارات تقديرها العميق ودعمها الكامل لجهود الوساطة الحثيثة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل الى اتفاق لانهاء الاوضاع المأساوية في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر